بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضرتكم مع الختمة الرمضانية جزء في يوم نستعرض في هذه الختمة أبرز الكلمات في كل جزء التي لها أحكام خاصة أو قراءة خاصة أبرز الكلمات القرآنية في الجزء الرابع نجد في الآية 96 كلمة ببكة المقصود بها مكة ولكن هنا كتبت بالباء وتقرأ بالباء ببكة الآية 103 كلمة نعمة رسمت بالتاء المفتوحة عند الوصل نعمة الله أما عند الوقف نقف عليها بالتاء المفتوحة كرسمها نعمة نعمة ولا نقول نعمة الآية 113 قوله تعالى ليسوا سواء ليسوا ومادية مقدرها حركتين والألف الفارقة لا تقرأ سواء المد الأول مد متصل يمد أربع أو خمس حركات والهمزة المنونة بالنصب نقف عليها بمد عوض بمقدار حركتين ليسوا سواء ننتبه أن الهمزة منونة بالفتح وليست ساكنة الآية 118 كلمة لا يألونكم خبالا الآية 119 كلمة أولئي الواو لن تقرأ أولئي تحبونهم الآية 121 كلمة تبوي المؤمنين كذلك الهمزة مضمومة رسمت على ياء الياء لا تقرأ فعند الوقف نقف على همزة ساكنة تبوي تبوي الآية 122 أول الصفحة تضغم تاء كلمة همت في الطاء بعدها عند الوصل والقراءة تكون من الميم المشددة إلى الطاء المشددة ولا تقرأ التاء مطلقا عند الوصل ولكن تقرأ فقط إذا وقفت عليها إذ همت أما وصلا همت طائفتان الآية 130 نذكر بكلمة الرباء الواو لا تقرأ بل تقرأ ألف ومد الألف مدا طويلا لأن بعده همزة في أول الكلمة الثانية ويكون مد منفصل لا تأكل الرباء ضعافا مضاعفة الآية 144 كلمة أفائمات نلاحظ الرسم أن الياء مرسوم عليها رمز الذائرة الصغيرة المستديرة وهي التي تعني أن الحرف لا يقرأ أبدا إذن لن نقرأ ياء لن نقول أفائمات هذا خطأ ولكن من الهمزة المكسورة إلى النون الساكنة وعند الوصل تضغم في الميم أفائمات أفائمات أما إن وقفت على هذه الكلمة أقف بالسكون كالعادة أفائن أفائن أما هنا في الآية 146 كلمة وكأين الياء مشددة وتضغم النون الساكنة في الميم بعدها عند الوصل وكأيمن وإن وقفت عليها كذلك أقف بالسكون وكأي وكأي عند الوصل يضغم التنوين في اللام غزا لو كانوا أما عند الوقف يكون مد عوض غزا غزا وفي نفس الآية كلمة والله يحيي ويميت يا مكسورة يا مكسورة يا ليها يا مدية بمقدار حركتين الآية 181 فيها وقف لازم على كلمة أغنياء ولا يوقف على كلمة فقير ولا كلمة نحن هذا وقف قبيح جدا فلابد من الوصل حتى نصل إلى كلمة أغنياء ثم نقف ثم نقبل دون العودة إلى كلمة أغنياء تقرأ هكذا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق الآية 186 كلمة لا تبلون انتبهوا الواو ليست مدية هي واو متحركة بالضم سورة النساء الآية الأولى كلمة وبثة لا نقول وبثة ولكن وبثة الآية الرابعة كلمة نحلة النون مكسورة وليست مفتوحة نحلة وليست نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية رقم 11 كلمة السدوس الدال ليست ساكنة هذه من الأقطاء الشائعة في كلمة السدوس الثلث الربع انتبهوا كلهم الوسط فيهم مضموم السدوس وهنا أيضا الثلث وفي الآية التي تليها رقم 12 كلمة الربع كذلك الباء مضمومة وليست ساكنة الربع وليست الربع الربع وكذلك الثمن الثمن فلهن الثمن مما تركتم والآية 18 كلمة الآن همزة مفتوحة يليها ألف خنجرية مرسومة تقرأ بمقدار حركتين قال قال الكلمات في الجزء الرابع أتمنى تكونوا استفدتم وإن كان هناك أي كلمة تقف أمامكم اكتبوها في التعليقات وإن شاء الله أبينها في مقطع خاص بها أو في المقطع الذي يليه في بداية التصحيح جزاكم الله خيرا أسأل الله أن يتقبل منا وأن يبلغنا ليلة القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا